سبق الكشري اهو تفضلوا معي والله شايفين الحلقة والجمال كمان عملت جنب الدقة الحلوة دي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكو يا حبيبي عاملين ايه يا رب دايما تكونوا بخير معاكم شرين من اوصفات شرين بحبكم في الله وبتوحشوني جدا 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 ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض الكشري المصري بأثهل طريقة لأي حد بيقول الكشري لأو دوشة وصعب والله يا جماعة اثهل يعني هو سهل جدا وفيش اي حاجة مستعبوش حاجة لنسكو اه انا بحبه جدا وكمان عايز اقولكو بتاع الحلوة ده بصراحة ما اعجبنيش فمحبش هعمله فانا هعمل النهاردة ان شاء الله هو العادي كشري المصري اللي هو الطبيعي اللي بنسلق كل حاجة الوحدها بس هيعجبكو جدا جدا وبتركاتي وحركاتي بقى ان شاء الله هيبسطكو اوي يلا بينا نشوف مع بعض هنعمل ايه انا كل حاجة عندي على البتوغاز بس انا بس عايز اعجبكو بالحطة دي اللي هعملها و اللي هبتدي بيها شغلي اول حاجة اننا حعمل البصلة هجبتلي شوية دقيقة هم و هنزل بيهم على البصلة كده بسم الله هي دي بس ولا هحط بقى ولا هحط على نشا ولا اي حاجة خارجة و اي حاجة يقول لكم البصلة سيبقى مقرمش من غير دقيقة بيضحك عليكم انا جربته و صراحة ما عجبتنيش خالص تشرب زيت و ما نجحش معايا بعد ما هعمل كده هروح احضفه في مصفة عشان كل دقيقة ده يروح منه تمام عشان ينزل الزيت على نظافة تمام ومقطع زي ما شايفين كده البصل زي الفل يلا بينا نروح نشوفها على البتوغاز انا عاملة ايه وحطة ايه بصفة حبيبي انا معايا طاصة مخصولة وحطت فيها الزيت ده نضيف وزي الفل تمام علشان الزيت ده هو اللي انا هاخده اشتغل به الطماطم وحعمل به الرزب وحطت احلى قشري دقتو في حياتكو هاجبكو جدا 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 ان شاء الله ومعايا هنا من حالة بتاعتي اهيه فيها الماكرونة التتسلي ما عملتش حاجة غادل ان انا حطيت مياه تغلي على النار وحطيت عليها شوية نلح وصدقت الماكرونة اللي هي اسبكتي ومعاقل صغيرة خواتم والعناحية الثانية اهو حمص الشام بيتسلق نقعان من بالليل واقعدت دلواتي يتسلق على النار ومعايا نحلى كمان فيها العدس اهو بيتسرق برضو مفيش اسهل من كده يعني العيون كلها شغالة تمام؟ ومفيش مشكلة خالص بس هناكل احلى قشري وبمضافة البيت يلا نقول بسم الله احطيت البصل اهو في مصره عشان كل دي ينزل وحننزل به بقول بسم الله وحطيت اقل فيه النار طبعا عالية وزيت كفاية علشان يخليه مقرمش وحل وزيت الراجل بالزبط تمام؟ تمام المقارونة بتاعتي خلاص استوت اهي هروح يعني كله بعمله في نفس الوقت يعني مفيش فين الصعوبة بقا كل حاجة محطوطة قدامي امون تها السهولة البصل ده انا هروح اصفي المقارونة وحرجع لكم بعد ما يكون البصل اتحمر ان شاء الله واللون ده ماشاء الله اللي انا عايزين هتطلع بقا على كده طبق وفي منديل اهم وطلع وقول بسم الله مش عايز اغمق على كده عن كده علشان خليبا لكم البصل بمرر لو زودتي عن ان انت حمرتي قوي حيديك تعمه مر وبرشره رشة منحة صغيرة ورشة كمون وحيديك احلى طعم بصوا الحلامة ما شاء الله ونسيبه كده في الهواء لا نغطوهش ولا اي حاجة تمام الزيت ده بقا هاخد منه شوية زي ما قلتلكو عشان اتدي اعمل الرز انا معايا احلى اهو هاجيب مصفة بس عشان مش عايز اي حاجة برضو تنزل معايا في الزيت المصفة لان كنت احطت فيها دقيقة لا يوجد حاجة اهو بسم الله وحطيت شوية زيت تمام علشان اروح اعمل الرز ودوقي بقا احلى طعم بس انا زودت كتير فهنقص حبة بوطو هنقص حبيبي هو المفروض ان beispielsweise سوف، اخر کوdit شعرية بس للأسد اي فوقيته ان انا لم اعدي لشعرية الا الشعرية حبتي دودت مستقص diret بس مش مهم حقا هااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا افادي ففي شيء عليها الاتس كذب هنقص внешبbuh وشكرا للرز في المحال j فحتها بشكل تحت سوف أقوم بعمل طوصة فضية ونزل فيها بعد العدس لكن لا تقوم بعمل العدس قوي لكي نقوم بعمل طوصة لأسف أقوم بعمل طوصة فضية ثم اقوم بعمل طوصة ونزل الضغط لكي نقوم بعمل طوصة لأنه مستخدم تشويحه على النار سوف اقوم بعمل طوصة فضية نضيف ملح و كمون نضيف الصلصة نضيف الصلصة نضيف الزيت بصل نضيف الطمار نضيف الصلصة بسم الله نضيف الطمار يجب أحسب كمية الزيت لا أحب الدم نضيف الطمار و نضيف الطمار تضيف الطمار احلى كشرين من ايديك يا شريم مشاء الله على الريحة وعالحلاوة وحضر رشة كموت هم دول بقى سر الريحة التحفة بتاع الكشرين هحمرهم بس يعني ايه ثانية صغيرة جدا هنزل على طول بسرعة جدا جدا بالتماطم تمام مش هعمل اي حاجة هنزل بقى دلوقتي بحطة طومة ناية حتى احضر التومة مع تشويحة في الزيت ومع الكصبرة وحنزل بحطة طومة ناية صغيرة تمام بس كده وزيت الكاية ودوقوا بقى احلى كشري بجد بجد بدون مبلغة هيعجبكوا جدا هتكراهوا تروحوا تكلوا كشري بمبارة خلاص كده انا خلاص خلاص هروح احط رشة فيه في الاسود ونقدموا بقى مع بعض ان شاء الله طعمه طحفة علشان طعم البصل فيه تمام؟ هنزل عليهم بشوية مكارونة زي ما الراجل بيعمل تمام؟ بصوا بسم الله المكارونة دي عشان تفضل دايما مفلفلة معاكم تعملوا ايه؟ تحطوا عليها شوية زيت بصوا عشان تديكم اللامة دي ومتعجنش معاكم ولا تلزق مع بعض مما قاعدت انا حطيت لها شوية زيت من البصل زي ما قلت لكم تمام؟ نزلت كده بمعلاقة مكارونة ومعلاقتين كده مكارونة وبعد كده حمزت بالسلسة اه انا بحب سلسة الكشري تكون خفيفة مش تقيلة بصوا اه بسم الله تأتي اللامة فقال الراجل ليست أحب بفجرها انا بحبها تقيلة لان تنزلت تقلقي في المكارونة والرز ورحتها تحفة ايه انا بحب السلسة الكثير تبقى يا رب بتمونس سمعين قرمشته ما شاء الله يجب وكتشتوا ملح وكمون حلو جدا حمص الشام عملت الدقة الحلوة عملت الدقة التوم كباية مية ومعلقتين خل ومعلقة صغيرة كمون وبغليل مع النار كويس جدا دقة التوم الراجل ريحتها تحفة 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 عملت دقة الشطة الحلوة حلو جدا معلقتين صلصة وعليهم معلقة كبيرة وحضرت عليهم قليلا من الدقة اللي انا عملتها الناحية الثانية وبالفة انا وشيفها على قلوبكم يا رب وبحبكم في الله واسبكم في رعاية الله لو اعجبتكم لا تنسوا باللايك واشتراك في القناة وترعيل الجرس مع السلامة